أعزائي التلاميذ يصرني أن نتواجد معكم على هذه المنصة معكم أنا الأستاذ مخلوف مونير أستاذ الولوم الطبيعية للثانوي فأعزائي التلاميذ سنة الأولى من التعليم الثانوي في إطار حصة تمرين من المنصة سوف نتناول مع بعض تمرين نموذج تمرين رقم واحد أو تمرين الأول حسب حسب دليل إعداد البكالوريا فلدينا ثلاثة تمرين تمرين الأول عزائي التلاميذ الهدف منه استرجاع منظم للمعارف تمرين الثنين الهدف منه الاستدلال العلمي طبعا نتناول مشكلة أو اختلال وظيفي ونستدل على حله أو إثباته بواسط الاستدلال العلمي طبعا من استغلال وثاق والنموذج الثالث من التمرين تسمى تمرين المسعى العلمي فهي استدلال علمي ضمن مسعى علمي اليوم إن شاء الله نتناول تمرين من نمط واحد وهو تمرين الاسترجاع منظم للمعارف وسنتناول فكرة مهمة جدا ووحدة مهمة جدا من وحدات برنامج سنال الأولى من التعليم الثانوي وهي برنامج وحدة دخول الطاقة الضوئية في العالم الحي كما تعلمون أعزائي التلاميذ هذه الوحدة تندرج في مجال عنوانه تحويل المادة وتدفق الطاقة في نظام بيئي كما نعرف النظام البيئي هو مكان رقعة جغرافية تغيش فيها مجموعة من الكائنات الحية هذا المجموعة من الكائنات الحية تنشأ بينها علاقات مختلفة أهمها العلاقات الغذائية إذ نلاحظ انتقال المادة الغذائية من مستوى إلى آخر ويرافق ذلك تحويلات طاقوية إذن التمرين تانى سيكون ضمن الوحدة المسمات دخول الطاقة الضوئية في العالم الحي أي ظاهرة التركيب الحي بشكل عام عنده النبات الأخضر فعلى بركة الله نبدأ التمرين إذن تمثل النباتات الخضراء المصدر الأول للطاقة في العالم الحي لما تنتجه من مواد عضوية حيث تحدث في خلاياها عدة ظواهر ولفهم هذه الظواهر بالدقة من جهة ولفهم العلاقة بين مختلف هذه الظواهر من جهة أخرى نقدم لك الوثيقة واحد لدينا عزائي التلميذ هذه الوثيقة المطلوب؟ واحد تعرف على البيانات المرقمة بالأرقام من واحد إلى ستة وعلى الظواهر ألف وبا وجيم اثنين بالاستعانة بالوثيقة واحد وعلى معلوماتك بين من خلال نص علمي العلاقة بين الظاهرة ألف والظاهرة با والظاهرة جيم جيد إذن أحنا نبدأ بالبيانات إذن عزائي التلميذ لدينا البيانات ستة بيانات لدينا الوثيقة هنا عزائي التلميذ إذن البيانات على بركة الله بيانة رقم واحد ماذا يمثل؟ إذن لاحظوا معي جيدا هذا المخطط نتأمل جيدا في هذا المخطط في هذه الوثيقة عندي ثلاثة ظواهر ظاهرة ألف والظاهرة با والظاهرة جيم لدينا البيانات إذن بيانة رقم واحدة رأي يمثل عنصر ينتج في الظاهرة ألف ويستعمل في الظاهرة با على ما أعتقد نعم يستعمل في الظاهرة با والتي تكون بقربها أو بجوارها ظاهرة أخرى جيم إذن هذا الظاهرة ألف تحتاج إلى ظوء ما هي هذه الظاهرة؟ إذن أكيد تركيب ظوئي ماذا ينتج عن التركيب الظوئي؟ ينتج حاجة تنطلق وتستعمل في ظاهرة با ظاهرة أخرى إذن واحد أو دو إذن واحد يمثل الأكسيجين بيان رقم اثنين بيان رقم اثنين لأنصر رقم اثنين ينتجه إذن يستعمل بأكسيجين في إنتاج طاقة إذن لهنا أكسى دخالة ويأي تنفس بذلك ينتج خلال تنفس سي أو دو ويستعمل فيه التركيب الظوئي جيد إذن ثنين سي أو دو ثاني أكسيد الكربون ثلاثة هذه الظاهرة تم فيها استعمال السي أو دو إذن تم استعمال السي أو دو فينتج الأود وينتج العنصر ستة يدخل في النسغة الكامل لديه النسغة الكامل به سكريات بسيطة إذن ستة يمثل غلوكوز لكن ثلاثة ماذا يمثل العنصر رقم ثلاثة نعم عنصر رقم ثلاثة إذن ثلاثة يتحول إلى ستة ماذا يمثل العنصر رقم ثلاثة إذن واحد أو دو ثنين سي أو دو في معادل التركيب الضوئي ماذا نحتاج إذن النسغة الكامل لدينا ماء ونحتاج إلى ماء طبعا النسغة الكامل فيه الماء فيه الأملاح المعدنية ماذا يوجد هنا في داخل الخلايا إذن ثلاثة عنصر مهم جدا وضروري لعمل التركيب الضوئي وهو جزيئة اليخضور أربعة قلنا أربعة ماء خمسة أملاح معدنية يعني في النسغة الكاملة توجد الأملاح المعدنية وستة جزيئة جلوكوز وهي سي سيس أش دوز أو سيس جيد هذه بالنسبة للبيانات السؤال الثاني وعلى الظواهر ألف با جيم جيد نتعرف أيضا على الظواهر إذن ألف ظاهر التركيب الضوئي الظاهرة ألف تركيب ضوئي الظاهرة با تنفس والظاهرة والظاهرة ظاهرة جيم ماذا تمثل أعزائي التنميذ ظاهرة جيم لاحظ تنفس تركيب مواد عضوية ضروري لبناء الخلية إذن تركيب حيوي عفوا الظاهرة جيم تمثل التركيب الحيوي هذه الظاهرة تنولناها في المجال الأول إذا جئنا تعرفتها ظاهرة التركيب الحيوي هي تركيب مواد عضوية وعقد انطلاقا من مواد بسيطة جيد هذا بالنسبة للسؤال الأول زي التنميذ سؤال الثاني قال في نص غلمي بالاستعانة بالوثيقة واحد وعلى معلوماتك بيّن من خلال نص علمي العلاقة بين الظاهرة ألف تركيب الضوئي والظاهرة والظاهرتين با وجيم الظاهرة ألف هي تركيب الضوئي والظاهرة با تنفس والظاهرة جيم هي ظاهرة التركيب الحيوي إذن نجوم لتركيب الضوئي أعزائي تلميذ تعريف ظاهرة التركيب الضوئي ماذا تمثل ظاهرة التركيب الضوئي الظاهرة التركيب الضوئي هي ظاهرة حيوية يتم فيها تركيب مادة عضوية تركيب مادة عضوية والمادة العضوية أعزائي التلاميذ على ماذا تحتوي مادة العضوية تحتوي على طاقة كامنة طاقة كيميائية طاقة كيميائية كامنة هذه الموجودة في المادة العضوية طبعا باستعمال مواد بسيطة عدنا CO2 عدنا الماء والأملاح المعدنية بالإضافة إلى الضوء واليخضور فتنتج طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية إذن عدنا مادة عضوية نتجت من مادة معدنية إذن هنا ننتبه تحويل المادة فالتركيب الضوئية عزائي التلاميذ كيميائية تحويل المادة المعدنية إلى مادة عضوية هذا التحويل الأول لذلك المجال تعانى موسوم بتحويل المادة وتدفق الطاقة التحويل الثاني هو تحويل طاقوي إذ الضوء عبارة عن طاقة حيث تتحول الطاقة الضوئية الطاقة الضوئية طبعا هاي تتحول إلى طاقة تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة إذن التركيب الضوء الظاهر حيوية وفي نفس الوقت هو تحويل طاقوي عزائي التلاميذ تحويل هذا يتم فيه تحويل المادة المعدنية إلى مادة عضوية وتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة فقول أن التركيب الضوء يتم خلال إنتاج مادة عضوية جيد نحظ أن هذه المادة العضوية تنتقل إلى الخلايا تنتقل إلى الخلايا فعلى مستوى الخلايا يتم استعمال سواء خلايا النبات الأخضر أو خلايا نباتات أخرى نعرف أن الحاجة رقم واحد للنشاطات المختلفة للكائن الحي هي الطاقة طاقة الكيميائية القابلة للاستعمال كنا تنون هذا في التنفس فالطاقة الكيميائية القابلة للاستعمال يتم إنتاجها خلال عملية التنفس طاقة كيميائية قابلة للاستعمال إنتاج الطاقة هي طاقة كيميائية قابلة للاستعمال هذا الطاقة الكيميائية القابلة للاستعمال من أين حصلنا عليها؟ حصلنا عليها من خلال تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المادة العضوية إلى طاقة كيميائية قابلة للاستعمال طبعا هذا مفاهيم الظواهر أنا قاعدين تكلموا لها تركيب الضوئي والتنفس إذن فتنتج طاقة ماذا تفعل كائنات الحية أو الخلايا بهذه الطاقة القابلة للاستعمال؟ طبعا تستعملها في مختلف نشاطات الحركة النقل من بين نشاطات التركيب الحيوي أو التركيب العضوي أو بناء المادة الحية أنا راح أتشكل فيه مبعد كتلة الحية سواء للنبات أو للحيوان الآن هذه العلاقة بين هذه المكونات تركيب الضوئي يعطيني مادة عضوية المادة العضوية تروح للخلايا خلال عملية التنفس يتم تحويلها أو أكسادة هذا المادة العضوية لإنتاج الطاقة القابلة للاستعمال الطاقة الكيميائية القابلة للاستعمال تستعمل في التركيب الحيوي لهي الظاهرة جيم إذن السؤال يقول استعانا بيّن من خلال نص علم العلاقة بين الظاهرتين بين الظاهرة ألف والظاهرتين با وجيم جيد إذن كنجي وحنا للعلاقة هذه عفوا لهذه العلاقة فمي علاقة التركيب الضوئي بهتين الظاهرتين إذن لو يغيب التركيب الضوئي هل تتم هتين الظاهرتين التنفس والبناء الحيوي لا يمكن أن تتم فالتركيب الضوئي ظاهرة مهمة جدا توفر للمادة العضوية الضرورية للقيام بعملية التنفس والضرورية للقيام بعملية التركيب الحيوي إذن التركيب الضوئي مسميها زي التلميذ نقطة انطلاق تفاعلات البناء الحيوي نقطة انطلاق تفاعلات البناء الحيوي أو نقطة دخول الطاقة الضوئية في العالم الحي مش تبدأ الحياة لكي تبدأ الحياة في جميع الكائنات الحية نعم أعزائي التلميذ إذن إجابة كل مهيكلة يفقى نص علمي لدينا المقدمة تمثل النباتات الخضراء المصدر الأولي للطاقة في العالم الحي لما تنتجه من مواد وضوية حيث تحدث في خلاياها كل من ظاهرة التركيب الضوئي وظاهرتين التنفس والتركيب الحيوي فما هي العلاقة بين التركيب الضوئي وظاهرتين التنفس والتركيب الحيوي ثم نتطرق إلى العرض إجابة عن هذا السؤال تميز ظاهرة التركيب الضوئي النباتات الخضراء حيث تحول هذه الأخيرة الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة طبعا باستعمال مواد معدينية بسيطة هي الماء والCO2 تحول إلى طاقة كيميائية كامنة في المدى العضوية مثل النشاء ويتم هذا في توفير كل من السؤود الضوء والماء نعم تتحول المواد العضوية المصنعة نهارا أو في وجود الضوء إلى سكر بسيط غلوكوز في الظلام الذي يعتبر بداية تركيب النسغ الكامل تستعمل خلايا جسم النبات النسغ الكامل لإنتاج طاقة قابلة لإستعمال بظاهرة التنفس ويتطلب ذلك توفير غاز الأكسجين وهنا أعزائي التنميذ ملاحظة مهمة جدا شاهدوا النباتات الخضراء تعطيني الغلوكوز ونحن باش نخرج الطاقة اللازمة للنشاط من الغلوكوز نحتاج إلى أودو شكرا يعطينا الأودو النبات الأخضر إذن فباش نعرف أهمية النبات الأخضر لحياة الكائنات الحية جميعا ويتطلب ذلك توفير غاز الأكسجين وإنتاج غاز ثاني أكسيد كربونيان تجعل من خلال عملية التنفس حيث تستعمل هذه الطاقة في النشاطات المختلفة والتي من بينها التركيب الحيوي تركب الخلايا الطاقة إذن تركب الخلايا انطلاقا من النسغة الكامل حاجياتها من المواد العضوية لبناء خلايا جديدة مثل النمو إذن فعملية تركيب الضوء تعتبر نقطة انطلاق لإتمام ظاهرته التنفس والبناء الحيوي إلى هنا ينتهي هذا التمرين ملتقان أعزائي التنميذ في تمرين آخر من نمط آخر فسلام